اشتركوا في القناة وعقلية فاسدة للأسف تلبس بها بعض الشباب بل حتى بعض أولياء الأمور تلقاهم مع البنت يدقوا في كل كبيرة وصغيرة وحريصين بل أحيانا مبالغين في حرصهم على بنتهم ونعم أنا أتفهم الشيء وأتفق أن في زماننا بالذات نحتاج ونكون أحرص مع الإناث بالذات لأن الحرب على عقول بناتنا كبيرة وكبيرة جدا لكن المشكلة أن نفسها الأباء والأمها تلقى ابنهم دائر الآر كله ويقول لك عادي هذا راجل ما نخفش عليه ومش مشكلة بكرة يزوجوا ويعقل وهذا النوع من التربية للأسف ينشئ ذكور مفسدين في الأرض أو كسالة اتكاليين ينشئ تافهين لا قيمة لهم ينشئ حتى مخنثين شواذ أكرمكم الله ليش؟ لأنهم تربوا يديروا اللي يبوغ ما فيش من يقول لهم هايا حرام خطأ عيب عار اللي يديروا فيه كذلك هذا النوع من التربية سبب في انتشار أذكار ضالة منحرفة كالنسوية لما البنت تشوف أهلها ضلقين العنان لأخوتها الذكور دون الإناث وتكبر شوي تسمع حد يقول لها ها المرأة مظلومة في الإسلام نحن ننادي بحقوق المرأة يضحكوا عليها بكلمتين تمشي معهم على طول ليش؟ لأنها لم تتربى تربية إسلامية صحيحة وطبعا ما حد يفهم من كلامي أنه نقول البنت معذورة أنها تتبع النسوية أو غيرها لا المفروض تعرف أن الخطأ من عقلية ابوها وأمها ولا دخل للإسلام بهذه الترهات لكن أنا هنا أتكلم عن بعض أسباب انتشار هذه الأفكار المنحرفة مرات حد يقولي طيب إيش الصح في التربية الصحيح أني أهتم بتربية أولادي وبناتي على حد سواء لما ابني دي الحاجة غلط تخالف الشرع أو المرؤة أو الرجولة انفهم أن هذا غلط وأن عنده حدود وانربيه على تقديم الدين على رغباته وأهوائه وأن الدين خط أحمر وكذلك ابنتي نفس الشيء لما تدير ابنت شيء مخالف للشرع مخالف للحياة للحشمة أو مخالف لطبيعتها كأنثى أو تبي تسترجل وتقولك أنا مساوية ومثل الرجل في كل شيء أو غيرها انفهمها أن هذا غلط وحرام وأن عندها كذلك حدود وانربيها على الدين والتقوى وسبحان الله لما تربي أبنائك على الدين حيث ارتاح لأنك أولا تكون أديت ما عليك بينك وبين الله عز وجل وثانيا الدين حيسهل عليك التربية لأنه يعزز في الرجل رجولته وفي الأنثى حياءها وأنثتها وفي الختام تذكر أنه مش عادي نقوله الراجل ما يعيب شيء بل تعيبه مخالفته للدين ويعيبه مخالفته للرجولة والمروءة ويعيبه بخله أو إهمال زوجته أو أولادي أو غيرها من الخطايا وخوارم المروءة أو مفسدات الرجولة وبتصحيحنا لهذا المفهوم حنرب فعلا رجال يساهم في نهضة أمتهم بإذن الله عز وجل أسأل الله أن يحفظ أبنائنا وبناتنا من كل سوء وأن يخرج من أصلابنا من يوحد الله عز وجل ويرفع شأن هذه الأمة السلام عليكم